شهدت قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة بمحافظة سهاج تنظيم قافلة طبية شاملة تضم ثمانية تخصصات كما شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المستفيدين وتقديم العلاج لهم بالمجان ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أطلقت مؤسسة رعي مصر عضو التحالف قافلة طبية شاملة بقرية بني هلال التابعة لمركز المراغة بمحافظة سهاج وذلك في إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية نحن نخدم حوالي فوق نصف مليون مستفيد في سهاج فنحن موجودين في سهاج، موجودين في أسوان، موجودين في المينيا موجودين في اسكندرية، في البحيرة موجودين في عشرين محافظة تحت مظالة التحالف الوطني لخدمة أهلين الأولى بالرعاية الخدمات بتاعتنا في العيادة الكشف وتنظيف كحة الجير عن طريق جهاز أو تنظيف يدوي والحشو بنوعه، حشو عادة أو حشو عصب وممكن في آخر حالة خالص بنخلع الدرس أو الجدر في حالة عدم سطاعتنا أن نحشي أو نرمم نحن في الظروف الاقتصادية اللي احنا كلنا لمسيها لما نلاقي خدمات بتقدم لأهلنا من المستهدفين من الظروفهم الاقتصادية مش كويسة هو ده التكاتف اللي احنا كلنا بنشير ليه هو ده المجتمع المدني القافلة الطبية الشاملة ضمت ثمانية تخصصات شاملة البطنة والأطفال والجلدية والنساء والتوليد والعيون والعظام بالإضافة إلى خدمة الصنار وتوفير النظارات الطبية حيث تستهدف الكشف على مئات الحالات ويتم توقيع الكشف الطبية عليهم وتقديم العلاج بالمجان القافلة الطبية دي بصراحة عملت إنجاز عندنا والناس كانت فأمس الحاجة لها نحن الناس الفؤرة والناس الغلابة اللي هم أرزائية وعلى الله الناس دي محتاجة أن الكشف ده مجاني فالناس زي ما حضراتكم شايفين حوالين مننا الناس والأهالي كله يعني بتخدم القافلة دي النهاردة يمكن أكتر من نصف مليون مواطن العلاج بالاش كشف بالاش والحمد لله كل حاجة متوفرة هنا تخصصات الدكاترة كلها جاية على مستوى دكاترة حلوة وعلاج حلو بردك غالي إن إحنا ما معناش نكشف بره ونشكر السيادة الرئيس إنه هو بردك مش نسينا وإحنا يا مختار نختار نصح وربنا يخليلينا يا رب التحالف الوطني وراعي مصر على الخدمة اللي قدموا لنا بيني هلال وعلى العلاج اللي جايبينه مجانا وعلى الكشفات عايزة أشكركم من كل قلبنا أنا وصوات الجماعة اللي معاي برك الله فيكم يزيدكم من نعيم الله تأتي القافلة ضمن جهود التحالف الوطني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية المواطنين الأكثر فقرا في محافظات الجمهورية ترجمة نانسي قنقر